اهلاً وسهلاً بكم في المحاضرة الثالثة من دورة تعليم برنامج أكسل المستوى المتقدم في هذه المحاضرة راح نشرح دالتين مهمتين من الدوال المنطقية ألا وهما الدالة عند والدالة أور طبعاً هذه الدالتين من أكثر الدوال استخداماً بعد استخدام الدالة إف في المجموعة المنطقية الدالة عند معناها و يعني معناها أنه لازم يتوفر شرط يتحقق وشرط آخر وشرط آخر وهكذا يعني يجب أن تتحقق جميع الشروط حتى تعطينا القيمة true طبعاً مو بس لازم يتحقق الشرط الأول لا لازم يتحقق الشرط الأول والثاني وهكذا بقية الشروط المعطات فيه هذه الدالة يجب أن تتحقق حتى تعطينا القيمة true طبعاً في حال أنه لم يتحقق الشروط أو لم تتحقق الشروط جميعها راح تعطينا القيمة false هذه فيما يخص الدالة عند أما فيما يخص الدالة أور فهي تكفي لإعطاء القيمة true يكفي أن تتحقق شرط واحد فقط على الأقل طبعاً إذا تحقق شرط أو شرطين راح تضطينا القيمة true وإذا ما تحققت جميع الشروط راح تضطينا القيمة false ولكن يجب أن يتحقق شرط واحد فقط يكفي أن تعطينا القيمة true ناخذ مثال على هذه الدالتين أدنا مثلاً هذا المثال أدنا مجموعة متقدمين لوظيفة معينة وشرط هذه الوظيفة أن يكون من محافظة كربلا وأن يكون يحمل شهادة معلم يعني هنا عدنا شرطين الشرط الأول يجب أن يكون من محافظة كربلا والشرط الثاني يجب أن يكون معلم شهادة دبلوم فأكثر فحتى نتحقق من صحة الشروط في هذا العمود راح تعطينا الدالة الحالة الخاصة بالمتقدم هل هو مقبول أم لا يعني من خلال الأمر true and false يعني إذا كان true راح يكون مقبول وإذا كان false راح يكون مرفوض طبعاً من خلال الدالة and راح نطبق الشرطين على كل المتقدمين حتى نعرف أنه منه يكون مقبول طبعاً نروح على صيغ بعدها نروح على منطقي ومن ثم نختار الدالة and طبعاً بعد ما اختارنا الدالة and راح تطلع لنا هذه النافذة هذه النافذة بيها logical win logical 2 طبعاً عندما نضغط على logical 2 راح يطلع لنا شرط الثالث والرابع وهكذا يعني نقدر نضيف أكثر من شرط في and الشرط الأول راح يكون هو يجب أن تكون المحافظة الخاصة بالمتقدم علي تساوي طبعاً تساوي كربلاء وما يصير نكتب كربلاء هيتش بشكل مباشر لازم كربلاء تكون بين علامتين تنصيص اللي هي شفت وطاء بعدين نكتب كربلاء شفت وطاء مرة ثانية حتى تشتغل الدالة بشكل تمام هذا هو الشرط الأول يجب أن تكون المحافظة كربلاء وهنا طبعاً انطالنا true لأن هي فعلاً المحافظة كربلاء هنا نجي نطبق الشرط الثاني اللي هو يجب أن تكون الشهادة الخاصة بالمتقدم علي تساوي معلم ومثل ما نوهنا أنه كلمة معلم لازم نكتبها بين علامتين تنصيص وبعدين علامتين تنصيص وبعدين أوكي تمام جداً هنا عندنا شرطين طبقناهن وهنا أيضاً طلعتنا الدالة true لأن القيمة فعلاً هي معلم طبعاً بعدين أوكي أو موافق راح تضطينا هنا القيمة true لما نجي هنا نسوي handle وراح تضطينا القيم لبقية المتقدمين مثلما اللاهظ هنا في القيمة الأولى انطتنا true الدالة لأن فعلاً الشرطين المطبقات أولاً هو فعلاً من محافظة كربلاء وثانياً هو معلم فإذا هنا انطتنا القيمة true الحق الثاني القيمة false لأن هنا هو فعلاً من محافظة كربلاء لكن الشرط الثاني ما متطبق يعني معناه هو مو معلم يعني لو نجي هنا هذه تدائية تكون معلم راح تضطينا القيمة true فإذا هنا انطتنا القيمة false لأن الشرطين ما متطبقاً الحق الثالث هنا انطتنا false هو فعلاً معلم ولكن هو ليس من محافظة كربلاء أما الحق الثاني القيمة false لأن الشرطين ما متطبقات لا هو من محافظة كربلاء ولا هو معلم تمام عدنا هسا الحالة بيّنت أريد نحول هذه القيم المنطقية true and false إلى مقبول ومرفوض طبعاً نحدد الخلية اللي أريد نطبق بيها القيمة ونروح على الصياغ بعدين نروح على منطقي ومن ثم نختار f طبعاً عندنا الدالة f الدالة f حتى نطبقها لازم نصنع الشرط الشرط راح يكون هو إذا كانت هذه القيمة تساوي تساوي true طبعاً true نكتبها بشكل مباشر true والfalse ما نكتب من خليهم بين علامتين اقتباس لأن هنا قيم منطقية فنكتب هنانا true t-r-u-e إذا كانت تساوي true راح يطينا مقبول راح يطينا مقبول وإذا كانت لا مو true يعني false راح يطينا مرفوض بعدين موافق هنا أنا أول واحد أطينا مقبول الثاني والثالث والرابع راح يطينا مرفوض لأن القيمة حتى نشتغل بشكل فني أكثر راح نطبق التنسيق الشرطي طبعاً نحدد هذه الخلايا كلهم ونروح على تنسيق شرطي ونختار قواعد تميز البيانات ونختار النص المتضمن إذا كان مقبول راح يطينا تعبئة باللون الأخضر موافق شوفوا هنا أنا فقط هذا الشخص مقبول إذا كان هنانا محمد مثلاً شهادته معلم راح تطينا هنا القيمة true وهنا راح يطينا مقبول وطبعاً حتى نتخلص من هذه القيم نحدد العمود اللي بيه هذه القيم ونختاره كليك أيمن عليه ونختار إخفاء نلاحظ هنا أنا نططنا القيم بشكل منطقي وبشكل دقيق ومرتب ومنسق هذا فيما يخص الدالة 어� فيما يخص الدالة Or طبعاً هنا نعدنا المتقدمين لوظيفة معينة وهذه الوظيفة الشرط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم وشهادة البكالوريوس يعني إذا حصل على شهادة دبلوم راح يتم قبوله وإذا حاصل على شهادة بكالوريوس راح يتم قبوله أيضاً فهذا ما لدينا شرطين أي شرط من هذه الشروط يتحقق يعني مو شرط أنو الشرطين يتحققاً لا 1 من من ذين يتحقق يكفي لعمل الدالة هنا الشرط واحد من هذه الشروط يتحقق يكفي لقبول المتقدم فحتى نطبق هذا الأمر راح نختار الدالة OR طبعاً الدالة OR من صيغ منطقي ونختار OR عندنا هنا مجموعة شروط راح نطبق الشرط الأول اللي هو إذا كانت شهارة المتقدم تساوي دبلوم ومثل ما نوهنا أنه يجب أن تكون الكلمة بين علامتين اختباص من خلال شفت وحرفتاء دبلوم هذا الشرط الأول والشرط الثاني طبعاً نفس الخلية نحددها تساوي باكالوريوس ونتنتبه لازم باكالوريوس نكتب نفس الاسبيل المكتوبة في الحقول تمام موافق هسا هنا نططنا القيمة true لأن تحقق أحد الشروط اللي هو دبلوم نجي نسوي هاندل هنا نططنا true لأن تحقق الشرط اللي هو باكالوريوس هنا نططنا false الدالة لأن ما تحقق الشرط الأول ولا الشرط الثاني اللي هو لا دبلوم ولا باكالوريوس وهكذا في الخلية الرابعة أو طبعاً نقدر نميز هنانا فرصة التعين طبعاً نقدر من خلال أنه نطبق الدالة if نقول الشرط إذا كانت هذه الخلية تساوي true ومثل ما نوهنا أنه true تنكتب بدون علامتين اقتباس لأن قيمة منطقية حالها حال الرقم إذا كانت true رح يكون مقبول وإذا كانت لا لهي force رح يكون مرفوض طبعاً هنا نططنا الدالة مقبول وهنا أيضاً مقبول لأن القيمة true طبعاً نقدر نخفي في هذا العمود تمام جداً ونقدر نطبق عليهن تنسيق شرطي من الصفحة الرئيسية تنسيق ونختار تنسيق شرطي النص المتضمن إذا كان مقبول رح تضطينا اللون الأخضر طبعاً هذه فيما يخص الدالتين or واند وطبعاً هنا من الدوال المهمة جداً في الدوال المنطقية الواجب الخاص بهذه المحاضرة هو عمل أحد المثالين يأما هذا المثال الخاص بالدالة or يأما المثال السابق الخاص بالدالة and نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى